السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسلام كلب يسمعني تعبير عن المرؤة ومقدمة وخاتمة المرؤة المرؤة هي خلق جليل وأدب رفيع يتميز بها الإنسان عن غيره من المخلوقات وهي من الصفات التي حث عليها الدين الإسلامي واعتبرها من أهم الصفات المؤمن وقد قيل المرؤة بذل المعروف وكذم الغيث وقد قيل المرؤة بذل المعروف وكذم الغيث أضع نقطة مقدمة هنا لمحة بسيطة عن الموضوع ويشاهد هنا مقولة العرض أمثلة عن المرؤة تشمل المرؤة العديد من الصفات والأخلاق الحميدة منها صدق اللسان فالمرء الكريم لا ينطق إلا بالصدق ولا يخون الأمانة ولا يكذب وكذلك احتمال العفرات وتحمل أخطاء إلى آخرين وبذل المعروف ومساعدة الآخرين في الصراء والضراء والشجاع والجرأة والقدر على تحمل المسئولية بالإضافة إلى صيانة النفس وحسن التعامل ونصرة المظلوم والتسامل وكذا مساعدة المحتاج والكرم وغيرها من الصفات صفات المرؤة خاتمة نصحنا وأهمية المرؤة الخاتمة أهمية المرؤة ونصحنا بالتحلي بالمرؤة وتعد المرؤة من الصفات التي تجعل الإنسان محبوبا ومحترما في المجتمع كما عن طريقها ينال محبة الله كما عن طريقها ينال الإنسان ينال الإنسان محبة الله والرسول والفوز بالجنة فعلينا أن نتحلى بها فهي تحكي شخصية الإنسان الكريمة وحسن أخلاقه مقدمة أطرق فراغ مسافة كلمة ذات المقدمة عرض أطرق فراغ مسافة كلمة وأيضا في بداية العرض خاتمة أطرق فراغ أو بياض مسافة كلمة ذات الخاتمة التعبير يبدأ بفريقة أو بياض ينتهي بنقطة مقدمة لمحة بسيطة وعندينا مقولة عن المرؤة العرض أمثلة والصفات المرؤة خاتمة أهمية المرؤة ونصحنا بالتحلي بالمرؤة الموضوع في حدود صفحة كده يعني حوالي 12 سطران أو 15 سطران على حسب خطك ممكن يزيد من تنيقل موجود في قنوة تيوك تعبير أخرى عن المرؤة موجود نمط حواري توجيهي إذا أردتم موضوع عن المرؤة نمط حواري توجيهي موجود في القناة ونذلت أيضا العام الماضي تعبير أخر عن المرؤة شوفوا الفيديو الآخر وطلوا عليه شوفوا اختاروا الفيديو الذي يعجبكم واخذوا الفيديو واكتبوا لا تنسوا علمات ترقيم الفاصلات عند القول نضع النقطتين الشاي تضعوا بين المزدوجين ونقطة في نهاية المقدمة نقطة في نهاية العرض ونقطة في نهاية الخاتمة فاصلات بين الجملة والأخرى فاصلة وغيرها معلمات ترقيم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر لدينا موضوع عن المرؤة حواري توجيهي نقرأه معا ربما تكونوا عاوزين موضوع حواري توجيهي عن المرؤة صديقي لا يتصف بالمرؤة في بعض الأحيان فنصحته قلت ارى انك يا صديقي لا تتصف بالمرؤة في حياتك اليومية صديقي لماذا تقول ذلك قلت لانك تتصف عفوا تتصرف احيانا بغير عدل ولا تهتم بمشاعر الاخرين وتتحدث احيانا بالكذب ولا تفي بوعودك فهل تتفق معي في ذلك قال نعم اتفق معك قلت حسنا اريدك ان تعرف ان المرؤة هي مجموعة من الصفات الحميدة التي يتحلى بها الانسان والتي تجعله محموبا محترما من الاخرين قال اعرف ذلك ولكني اجل صعوبة في التحلي بها قلت عليك يا صديقي ان تتحلى بالمرؤة في كل افعالك وتصرفاتك يقتضي باشخاص ذوي المرؤة اتصف بالكرم والشجاعة والصبر وكن صادقا في اقوالك وافعالك وكن ايضا وفيا ومخلصا وغيرها من صفات المرؤة ولا تقلق فالامر ليس صعبا قال اشكرك على نصائحك الغالية وسأحاول ان افعل ذلك المرؤة قيمة انسانية نبيلة يجب ان يتحلى بها كل انسان فيها تجعلنا اشخاص افضل وتساعدنا على بناء مجتمع افضل مقدمة وعرض خاتمة مقدمة لمحة تمهيد للموضوع العرض هنا وظفنا افعال القول مؤشرات الحوار افعال القول قال وقلته اسليب الانشائية اسليب الانشائية من استفهام ونداء وغيرها والخاتمة المغزاء الطربوي من الحوار اللي هو ان المرؤة قيمة انسانية يجب ان يتحلى بها ولها اهمية كبيرة اشكركم شكرا جزيلا لحوص الاستماع لو اعجبكم الفيديو واستفدتوا اشتراك اذا كنت لو مرة تسمعني لايك وكومنت القناة انا عفريك بالموضوع واتشير الفيديو اذا تستطيع تشير الفيديو شيرونا الفيديو اتفي الجرس اذا اردت مشاهدة في دعاة القناة اول باول اه فعلونا الجرس اتفي الجرس حيترجع لك لو حابب يعني تشفنا اه دائما اول باول اه فعلنا الجرس اراكم في الفيديو هذا القادم ادمتم في رعاية الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة